نفضاً لسياسة الاحتلال في العقاب الجماعي على حاجز الكنتينر وحرمان المواطنين من حقهم في حرية الحركة نظمت جمعية مزارعي محافظة القدس فعالية لتوزيع التمر والمياه على الصائمين فكرة العمل الاجتماعي التي قمنا فيها هذه فكرة تبلورة تبلث السنوات من خلالها بنقدر نزرع روح الحالة عند أشبال وجيل قادم نحن اليوم نشارك كفعالية توزيع التمر وجبات خفيفة على الكنتينر بسبب الظروف التي يعاني فيها المسافر من الشمال للجنوب وتسكير الكنتينر فترات وساعات طويلة احتجاز لساعات ذروتها قبيل ساعة الإفطار سياسة احتلالية هدفها حرمان الفلسطينيين من حقهم في حرية الحركة لابد لنا أن نشكر كل القائمين على هذه الحملة ومن القلب شكر من القلب مشفوعا بالإيمان والتقدير والامتنان لكل من ساهم في هذه المهمة ونقول لهم أن دعمكم الراغب وجهودكم الدعوبة لقد عملت شيئا لا ينسى في هذا الشهر لقد كان شهر مميزا ولا ينسى الفعالية هاي بتكون فيها جمعية السواحر الخيرية بتتعاون مع اللجنة الشعبية للأنشطة والفعاليات الاجتماعية منذ ثلاث سنوات وإحنا بنكون في هاي العملية على حاجز الكنتينر حاملة طمر ومي إحنا بنقدم هذه الفعالية وهذه المهام اللي بنكون فيها لأخلنا في الشمال وفي الجنوب المرين عبر الحاجز العسكري حاجز الكنتينر مبادرة تطوع فيها شبابنا وتشاركت فيها المؤسسات الرسمية والأهلية للتأكيد على كافة حقوقنا التي كفلتها القوانين الدولية ورفضا لإجراءات الاحتلال وسياساته على دين العبد تلفزيون فلسطين بيت لحم